اهلا بكم فيديو جديد والتوقعات العقصية لموليد برج الدلو ان شاء الله توقعات هتكون بشكل عام لكل فئات البرج متزوجين عزيبين من الفصلين اه وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر اه كمان ممكن تكون عقصية كل حد بيعرف الوجهة بتاعه او الحالة بتاعته ايه اه هنقول اللي هبدأ معاكم القراءة لموليد برج الدلو بالطاقة بتاعتك انت في الاول واه اهلا وسهلا بكم الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو ممكن تكون انت انت على سفر او انت مسافر او انت اه متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة ثلاثية اه يعني او عندك حيرة او انت مع شخص اه عنده علاقة تانية وانت بتفكر في الوقت الحالي او انت بس مرحلة اختيار في الوقت الحالي كمان شايفات ممكن تكون مدي ظهرك العلاقة اه اه ثلاثية وفي اختيار محدد انت اخترته يعني اه يعني انت في الوقت الحالي اه في مرحلة اختيار او انت مع شخص في مرحلة اختيار اه شايفة فيه عندك ستاقة بتاعتك انت بالفعل فيه اه تم اختيار وانت في مرحلة فيها اه بداية جديدة اه او انت اه مستني انت فيه شخص مجازب لي جدا ومستني ممكن الشخص ده يكون من برج ناري او برج هوائي او ترابي بقضو اه فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده وعايز تحقق معاه انتصار وعايز تحس بتوازن وانت شايف ان الشخص ده ممكن اه علاقة قدرية او اه اه يعني فيه اه فيه تجازب قوي جدا بينك وبين اه بين الطرف التاني انا شايفة انت عمدهاش اه مش عايز اقول حب يعني مش شايفة فيها تفكير فيها حيرة فيها انجذاب شخص معين فيها اه رغبة في تحقيق اه اه توادن وتحقيق اه مصر بتوجودك من الشخص ده وشايفة فيه فرصة يعني فيه فرصة جاي لك او فيه عطاء قوي جاي لك اه في الفترة اللي جاية سواء يخص الان دي طاقة عامة سواء يخص علاقتك بالشخص ده او اه يخص حياتك بشكل عيني بور جدا اه بالنسبة لطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك اه انا شايفة الشريك اه يعني اه ليه يعني فيه عرض عنده ليك عرض جدي الشخص ده عايز معاك استقرار لو انتم موجودين مع بعض باب فشخص ده عايز معاك استقرار وعايز معاك اه علاقة طويلة المدى يعني اه لو انتم منفصلين فالشخص ده عايز يجيليك بعرض جدي عرض في عرض حقيقي يعني آآ في استقرار آآ هو متردد في الوقت الحالي ممكن يكون متخوف من الشيء ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة او هو آآ مستني آآ يرتب خطوات يعني مستني يعمل خطوات آآ وده هو شايف ان هو هياخد من وقت لكن ما ينفعش آآ ياخد خطوة غير لما آآ يعمل الحاجة دي لان هو عايز العرض بيقدمه يكون عرض حقيقي آآ بشكل كبير آآ كتير من اللقاء هتكون في علاقة ثلاثية آآ وفي مرحلة اختيار لان انت عندك في الطاقة بتاعتك وهو في الطاقة بتاعته ففي علاقة ثلاثية وفي مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي آآ لو انت آآ آآ شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية فهو مختارك انت او العلاقة الثلاثية دي آآ انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي انا شايفها بتنهار في الوقت الحالي والشخص ده آآ عنده مشاعر حبي جيد كوية جدا وآآ في طريقه لان هو يزيل عواقق موجودة في العلاقة وعاوز يبدأ آآ معيك آآ بداية دي ده يا برج الضالف. آآ ففي اختيار بيتم في الوقت الحالي وانت عمنتظر كمان اختيار يتم واختيار يكون في انتصار ليه ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني او يحقق يحقق توازن في حياتك وعموه يعني آآ فدي الطاقة بتاعتك انت وطاقة بتاعتك والابراج واو الطاقات اللي موجودة في الكراءة. انا شايفه آآ برج الاسد الجوزاء العقرب. الحبل. الجوزاء تاني. الميزان العزراء. آآ برج الثور. آآ الحوت. القوس. آآ دي الابراج اللي موجودة. الطاقات موجودة كل الطاقات. طيب نروح للمشاعر الشخص ده. مشاعره في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون تعبين في الوقت الحالي. ممكن يكون مريض ده. ممكن يكون آآ عنده مشاكل آآ وبيعاني كمان من مشاكل من الماضي. كمان آآ ممكن يكون فيه عنده آآ يعني حاجة تعبية. يعني ممكن يكون هو آآ يعني آآ مريض في الوقت الحالي. مرض عضوي او جسدي. وآآ كمان ممكن يكون متقلم آآ نفتي بشكل ده. كمان عنده افكار كتير اوي الشخص ده بتتعبه آآ بزداد في السليل. آآ يعني ممكن في غير كده بيعيش حياته بشكل عادي. لكن عنده افكار بتتعبه جدا بالليل. آآ تخص الماضي. تخص علاقته بيك آآ آآ تخص الطفولة بتاعته. ممكن. آآ تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان آآ يعني كان بتحصل حصله ازامات كتير. كان ممكن حد كمان بيعامله معاملة سيئة. والمعاملة دي سيئة في طفولته او في الماضي. المعاملة دي اثرت على الشخص ده او على افكاره. آآ كتير بيفتكر كده. آآ عنده آآ آآ شاسة في عنده آآ آآ عدم توازن في الوقت الحالي. آآ محتور بين حاجتين ممكن بينك وبين شخص تاني. او بينك وبين حاجة تانية. او عنده مشكلة في الامويل في الوقت الحالي. يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بأذنة ميلية. او عنده مشاكل في الشغل. يعني ممكن يكون في الشغل آآ آآ بيمر بمشاكل او ما بين ان يرجع او مايرجعش او بينك وبين طرف تاني. كل حد طبعا يعرف الحالة بتاعته. لو انت عارف ان هو ما عندهش طرف تاني يبقى ما عندهش طرف تاني. انا مش بقول مش جاي عرفك هو عنده او ما عندهش. آآ آآ انا بقولك حالة الشخص. وانت عارفت لان القراءة هنا عامة. فانا مقدرش اجزم بان فيه او ما فيش. فكل حد بياخد بالشكل الملاثب جديد يعني. آآ مشاعره تجاهك آآ مشاعر كويسة جدا يعني مشاعر آآ حب آآ مشاعر بيشوفك انت الام آآ سواء انت راجل او ستة اللي بسمعني. فعنده مشاعر انك انت شخص انت اللي بتقدر تحتويه. آآ انت شخص آآ آآ عندك حنان بيه. آآ عندك آآ آآ يعني عطاء كمان. آآ فهو بيحس معيك احاسيس قويه جدا. ممكن آآ لو انت ستة بسمعين فممكن انت بالنسبة للشخص ده. آآ 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 انت آآ مصدر عطاء. آآ خير بركة وافرة. آآ آآ عنده مشاعر كويه وحاسيس قويسة قوي تجاهك. لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من آآ من برج ازلو فالشخص ده آآ بيشوف انك انت شخص اللي بتقدر تحتويه. انت شخص اللي حنين عليه او بتسمعه كويس اا انت في حياته بتحقق له توازن بتحقق له سعادة اا بيحس بامان بتمامينة اا احسست مجود الامن كمان بيحس ان حبك ليه ممكن انت حسسته ان حبك ليه زير مشروط او مش اا معلق بشيء معين اا كمان عنده في مشاعره فدي مشاعر حبه قوية جدا من جزائب ليك اا بشكل كبير يا بور جدا اا سواء على المستوى العاطفي او الجفع دي كمان اا ده بالنسبة لمشاعره تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة اا شايفه تفكيره او افكاره تجاهك فين جزائب قوي جيد جدا اا الشخص ده ممكن يكون احيانا بيبقى متعصب متعور ممكن اا العلاقة فيها اون اف كتير يعني اا بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده اا ممكن يكون شخص اا شوية متعور في صرفاته ممكن تكون طاقته نارية حتى لو هو برج تاني احنا قولنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة اا شيء تاني يعني ممكن انا اكون برج ناري وطاقتي في وقت الحالي مائية يعني عندي مشاعر ولومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم طاقتي مائية رغم ان انا برج ناري مثلا فهي دي الطاقة وهو ده البرج لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج فهو طاقته اا نارية اا اا او افقاره اا اا الشخص ده قلبه موجوع قوي حاسد بوقع هو حاسد ان هو جعلك قلبك او انتم فيه بينكم مشاكل متكررة او اا في حاجة تخص طرف تلت طرف تلت اعلى اا طرف تلت افقار افقار مش خويسة اا اا او طرف تلت يكون شريكة عاطسة سعلا كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده اا اا يكون انتم حصل بينكم مشاكل كذا مرة هي هي يعني مش مشاكل متكررة مختلفة لا نفس الشيء هو هو بيحصل في العلاقة كل مرة مش بيتغير فهو ممكن حس ان هو وضع قلبك بتصارفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده كذا مرة او العكس هو قلبه مقوعة من المثبت حاجة انت عملتها كذا مرة اا بيبحث الشخص ده عن توازن عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره عن ان هو يدي لك حقوقك لو هو اللي حسس بالإداء او لو هو اللي ظلمك او لو هو اللي مظلوم منك فهو بيبحث في كل الاحوال اا طاقة فيها بحث ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني اا ممكن يكون شخص اا تفكيره نارس اا في الوقت الحالي اا ممكن يكون اا اا منعزل لو انت بتشت في علاقة صلاة 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 صلا ما قلت اه ان هو قلبه موضوع او مكسور في الوقت الحالي او ان هو اه بسبب العلاقة فيها ان اوف كتير وعدم توازن ومشاكل وكده فالشخص ده بيبحث في وقته الحالي تقطب بحث عن حلول. اه نويات جاهك او تجاه العلاقة. اه اه زي ما قلت الشخص ده في نويات محتاج ان هو يتشافى اه يعني الشفاء من الام كتير اولى. يعني هو عنده التنخصود. التنخصود ده ممكن انتهاء لمرحلة الالم. هو شكل اكارت سلبي مقلم جدا. لكن في نفس الوقت فيه جانب كبير قوي ايجابي. ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي. ان دي اخر مرحلة. ان اللي بعد كده اه لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله. لان مفيش بعد كده الم او مفيش بعد كده اه حاجة تاني هتحصل. في اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة الالم الكبيرة الفضيع اللي هو فيها دي ويفضل مستسلم لها ونيايم كده او ان الشخص ده اه خلاص اه كل السيوف كده اخدها اه فيبتدي يقوم ويبدأ من او مديد فانا شايف الشخص ده فعلا اه بيدور على الشفاء على توادن على اه اه يعني عدالة في الاخد وفي العطى اه اه فهو هيقوم يعني هو عنده القوة ما هو يتشفي من وضع زي ده اه بيفكر فيك جدا بشكل كبير شايف انك انت فرصة اه شايفك كمان الشخص ده اه هير مشاعر الحب فيه مشاعر تقدير شخص ده بيقضعك يعني انت بنزله اه اه مش اه اه شيء قيم مش معناها ان انت شئت اه هو طبعا كلنا شيء يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء اه كمان هو شايف انك انت شخص اه يعني اساسي في حياته او انت شخص ذوقي مع في حياته اه اه فيه اصلار ممكن حافظ انك انت بتخبي عليه شيء حافظ انك بتخبي عليه حاجة او حافظ انك اه اه شخص غامض وهو مش قادر اه اه يعرف حقيقة ان شعرت في جيه اه 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 بيرقبك الشخص ده في نوايا في نوايا شفاء الشخص ان ع характер يدخل liكح من الشيء يسر باكru في حياته و اه اه وكمان اه نحتاج انا هو ممكن تلقييب يتجاهلك في الفترة اللي جاية ممكن يبقيب يتجاهلك اه ا او اه هدديه نهو بشخص غامض اه هو ممكن يكون مش عاز يظهر مشاعره الحقيقية اه في الوقت الحالي اه لكن هو عاز يحقق نجاح في العلاقة يعني ممكن الشخص ده نستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الاول او هو يزبط اموره الاول وبعد كده اه يبتدي يتعامل معك او يبتدي يتكلم معك. اه ده اللي موجود في النوعية. اه الشخص ده في النوعين هو هيعمل كده في الاول وممكن اثناء ما هو بيعمل كده انت تحس بتجاهل اه من ناحيته. اه لكن فيما بعد الشخص ده هيجي لك بعرض حقيقي. هيجي لك بعرض بحقيقي وهيتكلم معك وهيكون فيه بينكم. اه يعني انت كمان هتكون مواسق على العرض ان هو هيقوله لك ده. اه خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. اه متمسك بيك الشخص ده. اه وبيه رقبك. فيه مراقبة منه ديك او انت بترقبه اه لكن فيه ترقب. هو بيرقبك بهدف اه 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 الفرول او بهدف ان هو يشوف منك حاجة او لو هو بيشك في حاجة فهو بيرقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو اه بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لأ. اه هي دي طريقة المراقبة اللي انا شايفها منه ديك في الوقت الحالي يعني. اه بيرقبك كده في السر اه للبعض. للبعض ممكن اه الشخص ده كان خرج من حياتك مدسلل قبل كده يعني او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة. فهو خايف يرجعلك في الوقت الحالي. ممكن يلجأ الاشخاص. اه 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 لمساعدته. اه اه وممكن الشخص ده مكتوف منك. ممكن الشخص ده مستني يشوف منك اه 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 يعني اه او ضوء اخضر كده ان انت اه ان انت مستعد من هو يرجعلك تاني. اه دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني في كل حد يشوف المناسب بي. اه لكن في كل الاحوال شايفها متمست بيك. اه شايفها بيبوص عليك. اه لبعضكم ممكن يكون الشخص ده شايف ان فيه بينكوا اقديمي. او فيه او فيه تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي. في بعضكم طبعا. اه ففي الخطوات القادمة الشخص ده هيبقى بيبوص عليك وبيرقبك. في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي وممكن ان يكون اه يتخفى في اه 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 او اه او يعمل اكاونت فيك مثلا. او يتخفى في اي حاجة او كده ويرقبك او يسأل اشخاص عنك. اه فانت هتكون شغل الشاغل في الفترة دي. اه في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده. والبعضكم زي ما قلت الشخص ده متنسب بيك. ومعا كده هو شايف ان فيه شيء دي ممكن يكون انت متزوج. هو متزوج. اه في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده. اه فيه مشكلة في العلاقة دي. هو الشخص ده شائص. اه ده من ناحية خطوة. طيب اقول لكم اجابات الملائكة قبل ما نروح للأعود كام او مصير العلاقة. مش المصير المطلق للعلاقة لانه اه ما نقدرش نتكلم عن مصير المطلق لانه دي تقاط متغيرة. لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك اه. اه في الاسابيع القليلة القادمة. اه لو انت تسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقول له لك لأ. اه اه ممكن تكون اه بتشوك ان الشخص ده عنده طرف تالك او ان هو مش بيحبك او او او. يعني يا ربي تكون لأ دي اجابة تكون كويسة بالنسبية لك ما تكونش حاجة وحشة بالنسبية. اه كمان بيقول لك اه اه في طريقة تانية افضل او في حاجة تانية افضل. اه فانت شوف ايه اللي انت بتعلمه في الوقت الحالي في افضل منه. في حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده اه مش مناسب بالنسبالك او شخص متعب بالنسبالك او مش هتقدر تكمل ففي افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مزبوط ففي طريقة افضل من دي تقدر تدير بيها العلاقة سواء انت او الطرف اكتني. الرومانس انجل بيقول لك اه اه في شخص رجع لك من الماضي. ممكن الشخص اللي احنا متكلم عنه عنه ده. اه بيقول لك كمان سول ميت ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توقع روحك. اه في كمان بيقول لك ان اه اه في عندك مشاكل من الطفولة او عندك مشاكل في الاعلى. بوست اقول لك على حاجة برد جدا والكارتة ده بيقول حاجات كتير قوي. فهنحاول نختزر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني كانسين في صال احد الاباوين او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العطسية في الوقت الحين. دي حاجة. الحاجة التانية اه ممكن تكون انت في خلاص مع الاب والام. وانت لازم تخليهم يسمحوك او تحل مشاكل مع الاسرة. الاب الام الاخوات او او كده. في الوقت الحالي بحيث انك انت حياتك اه تروح للافضل وتتحسن. ده مؤثر على حياتك. لو ده موجود. فايه كل حد يشوف اه في ايه او فيه مشكلة تخص الاطفال. او في حياتك العطسية تتأثر على اه اطفالك لو انت عندك اطفال. اه فخلي فانت خلي بيلك من ده. اه فانت حاول انك تتمن انك تشيل شقوق زنون اه او هين. اه الشخص ده بيقولولك انه هو صنيت. اه في عودة شخص من الماضي. شخص ده هو حبيبك سعلا انه هو طوقب روحك. اه لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت. مشاكل في نفسيتك انت. اه طيب. اه بالنسبة لللي بيسأل عن الشغل. برج الا اه وطبعا لمستني الاوتكم استنوني خدنا كروت سريعة للعمل والمال مستحة. اه لان كتير قبل انتكلمي عنهم. اه العمل فيه عندك فرصة للعمل. ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسم ييجي في حاجة. او مستني اه اه سفر او مستني باثة هجرة حاجة كده. فده جاي لك ان شاء الله. انت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خيس تقدم مرة او كده فتعمل ده في الوقت الحالي. الفرصة متاحة وكبيرة. اه كمان بي اه انت عندك مهارات كتير قوي. فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك. اه لان انت اه يعني قادر على اي شيء في الوقت الحالي. اه كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده جهز كل حاجة. يعني ما تخليش في اي حاجة نقصة. اه بحيس ان الفرصة دي ممكن تجي لك في اي وقت. اه الموضوع هيجي لك بشكل مفاجئ. اه فجهز كل ورقك خليك يجهز من كل حاجة في الوقت الحالي بحيس ان لو جت في اي وقت مدرش من ايدك. لاني زي ما قدت هيجي لك في صورة الفرصة. اه لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير ويبقى عندك شغل كمان. وهتبقى مميز جدا في الشغل ده. وهتبقى مشهور كمان. يعني هتبقى سيتك اه وصل لكل مكان او مسامعة زي ما بيقولوا لان انت هتكون اه اه واخد يعني بتعمل اه كزا حاجة. هتبقى مشهورة عند اه رؤسائك انك شخص شاطر بتعرف تعمل كزا حاجة في نفس الوقت. كده. يعني كل ده يخص العمل فانت عندك النحية العملية في كل الاحوال انا شايسة اه جيدة جدا. الصحة اه شايسة سيبتحها اه اه استقرار يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يستغسر لعمليات تجميل او ممكن يكون شكله هيتغير في السطرة دي للاحسن. اه ممكن بقى هتستعمل حاجات ممكن هتعمل حاجات تجميلية ممكن لو راجل ممكن هتروح الجم مع تحفل جسمك. لبعضكم ممكن محتاج عنده مشاكل في القدمين او كده ممكن بتبقى اه تخنة او حاجة فممكن بعضكم هيلجأ للجم او لضيط او لتخصيص بقية الجان يعني. ففي حاجات تجميلية وفي اه شكلك يبقى متغير يعني يبقى منور هيبقى اه في اه اه طاقة حلوة عندك قوية على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدول. اه الاموال اه انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد او طالب منحة او طالب قرد او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك ممكن من الاهل او اه في حاجة هتجيلك في البيت وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت انك عايز تشتري بيت او عايز تنتقل لبيت او تستح مشروع او اه في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة اه كبيرة ففي حاجة هتجيلك سواء قرد او او منحة او او حاجة دي كده انك تقلب بيه حاجة تخط كده مشروع بيت حاجة كبيرة يعني مش حاجة عادية يعني. فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي. بالنسبة للعايزبين من برج الدلو. العايزبين من برج الدلو انت بتراقي بشغط ومتحير جدا في الوقت الحالي. متقلل متعبان نفسيا مش بتنين. او عندك ارق كتير قوي وعندك افكار كتير وعندك لغبطة ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي او تحدد الشخص دا اي ممكن انت تكون عندك اختيارات كتير. لكن انت بس على شخص او معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي. وده تعبك قوي او بتفكر فيه شكل دير. الشخص انت بتفكر فيه دا ممكن يكون نشئ وسايبك من غير طبب او من غير ما يقول لك. ممكن يكون هو عنده سبب. لكن مقالكش عليه. اه الشخص ده لو هو مش يسبق فهو رجع تاني. اه لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة او هو غير راضي عن وضع في العلاقة اه اه وعاوز يحقق رضا. عايز يعمل حاجة من الرضا. يعني الايتوف قابل اه ده وضع كويس. لكن هو وضع اه فيه حاجة مقصد. يعني الشخص يعني عايز كأنه عايز يوصل للنين او للتين او للسعادة الكاملة. اه فهو الشخص ده رحل اه بسبب انه مفيش اه سعادة كاملة في العلاقة دي او شيء معين مفتقده في العلاقة دي. كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه ويحسن وضع. اه يعمل حاجة. هو رايح يعني حاجة وضع يبين. هو البعد ده مش تهيق. انت تعبان جيب انطقتك سلبية او يا بورج الده بالنسبة للعزبين. محيرة وقلق ودفكير وصهر وكده يعني. اه تقتل دي كمان ممكن تأثر على الشخص التاني. تأثر على العلاقة. اه انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص اذا بايد عنك وراح لعلاقة ثالثة وهو مفصول وشايف ناسه وكده. انت بتقول لنفسك حاجات ممكن تكون غلط يعني ممكن تكون انت بتتوهمها في الوقت الحالي. اه بيقولك اسأل اه يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك. اه ممكن تسأل شخص يكون مختص في الحالات دي او الحالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية. تسأل شخص مختص يساعدك او صديق او حد من العائلة او كده. يعني اطلب المساعدة من حد. اسأل حد ان هو يساعدك. اه عندك كارتين يخصوا لاطفال. ممكن عندك اطفال فيها علاقة فيها اطفال بياثروا على وضعك العاطفي او انت في عندك مشاكل تاني تلعبك مشاكل من الطفولة. اه يا مرج الدمج. انت انت حقيقي اه محتاج مساعدة من حد مختص في علوم الطاقة في محتاج حد متخصص ان هو يساعدك انت تحكي. يعني انت تحكي له ان شكلك ايه من الطفولة او وضعك ايه او ايه اللي بيضايقك. لان انت محتاج حد يتعمك اه هو زيتك او هو نفسك. بحس ان يخرجك من المنطقة اللي انت فيها. واللي بتأثر على علاقاتك العاطفية. انت تشك في الشخص اللي قدامك او يكون عندك مشاكل اه بتأثر عليك. اه كمان في الروانت اولجيب بيقولك ممكن للبعد. بيكون في اطفال اه بتمنع اه يعني العلاقة دي انت عندك اطفال او هو عنده اطفال. او في اطفال ما بينكو والاطفال وانتو مفاصلين والاطفال دول بيأثروا عليك بالسلب. اه يعني انت حاسن ان اك ظلمتهم او حاسن ان الطرف الثاني ظلمهم. اه او انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني نستطفى ابدا ان كل كروت الاطفال دي بتطلع في القراءة كده يعني بالشكل ده. اه وبتطلع عندك انت. اه كمان بيقولك ان ده حب حقيقي. وانه اه حبك الحقيقي ده محتاج منك انك اه تبزل مجهود علشان اه يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجيهوا عشان تبقوا مع بعض يعني او عشان العلاقة دي تنجح او عشان العلاقة دي تستمر. فانت ما تستسلمش للطاقة السلبية او لأوهان او لكلام اشخاص. ممكن يكون لبعضكم في حد بيقولك حاجة اه كلام غلط او حد بيقوله كلام غلط. المهم في حاجة انت ما تستسلمش بيها اه ويفزل مجهود بحيث انك تنجح العلاقة دي. العلاقة دي فيها اه فيها خير. وفيها حب من الطرف التاني. اه لكن فيها مشكلة. فانتوا حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي او تحلوها بشكل حقيقي لو انت خرجت النقطة تنبس على مشكلتك من فوق. لو انت مش قادر تتلجأ لشخص متخص في الوقت الحالي. فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك. ازاي بانك تخرج برا المشكلة مش انت الموجود فيها خالص. واعتبر ان في حد دي حكيها لك. وبص على المشكلة اه من فوق. اه بحيث انك تقدر تشوف كل الجوانب. تشوف وضعك انت فين ووضع الطرف التاني فين. والاطفال دي وضعوه ايه او مشاكلك اللي من الطبطولة دي وضعها ايه. هتقدر تحل بالشكل ده. اه طاقة الشخص التاني فيها بحث. وفيها حلول وفيها اه بحث عن خلول. طاقتك انت فيها استسلام. فيها اه يعني ساعد شوية. حاول تخرج من الطاقة دي يا بل جدا. وقلبي معيكم طبعا. العود قام بتاع العلاقة او اللي جاي في العلاقة ايه. اه اه اول كانت ينزل وده اللي مهم جدا نرسكت في قبل. يعني عودة ومصالحة وحنين واشتياء بالدات لو انت علاقة قديمة او انت فيه بينكو اطفال او انت علاقة مع بعض بقالكو فطري بقالكو اكتر من سنة كده. ففيه عودة ومصالحة ومصالحة وهدية كمان وعنتظور. فيه حاجات كتير قوي. فيه حنين واشتياء. جيت اعمل clarify للكارد او توضيح للكارد. فنزل. يعني للمرة التانية في حنين اشتياء في عودة 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 بازن الله. الشخص ده بيفكر فيك بشكل متنيري بيفكر في الطريقة اللي هو ميشي بيها او اللي انت يمشيك بيها متعلق بيك الشخص ده. ممكن لبعض كان فيه بقى فيه ظروف مادية اه خليته ان هو ايه بعيد عشان يحطي موضع المادي او او يعني الحاجة اه لكن الشخص ده راجع لك تاني اه ممكن متقلم بسبب انك انت بعيد عنه او هو بعيد عنك اه بيبص عليك بيرقبك ممكن يكون عنده صور لك بيبص عليها بيبص على حساباتك بيبص بيفتكر ذكريات ما بين كل ان البسيكسو في قبص ده برضو اه كارتل حنين والذكريات فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا 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 يعني القبص عنده كتير قوي فمصير العلاقة اه حلو قوي فيه عودة فيه عودة بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقوم كل المشاعر اللي بتكتاحه او بتكتاح مشاعره في الوقت الحالي مش هيقدر يقومها عنده مشاعر ليه قوية جدا ومفتقدك وفي البعد عنك حتى لو هو اللي بعد فهو حاسس بيوتن وحاسس بحضن وحاسس ان هو حد يعني مالوش حد غيرت فانو شايفة مشاعر قوية ومش هيقدر فيها احاسيس وحب وحنين وكده فحاولوا يا برج الدالوي انكم الفيديو طول بتاعكم جدا يعني يا رب اعرف حملوا حاولوا تتخلصوا من طاقة سلبية وتخص التفولة وتخص مشاعركو انتو مش طاقة سربية خارجية على فكرة طاقة سربية بداخلكو انتو يا برج الدالوي حاولوا تعملوا شوفيق تعميلوا غيري حاولوا تغيروا مكان حاولوا تقعدوا مع ناس تتكلمو ويش تتكلمو عن اسراءكم او كده اه تتكلمو تفوتفضوا او تتكلمو في اي مواضع تامية حاولوا تخرج من طاقة سلبية بفيديو entertaining وابشكركم لمتابعة برج الدالوي